أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين اسمحوا لي ببداية قبل ما نتكلم في موضوع حلقة النهاردة في برنامجنا عيادة الصحة أن أعبر عن شيء داخلي جوايا أنا شخصياً أن في الوسط اللي انتشرت فيه الميديا ودجور المجتمع المصري والمجتمعات العربية ويمكن حتى المجتمعات الدولية من سيولة الميديا واللي اعتراض عن كتير قوي 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 من الحاجات اللي بتضر مجتمعاتنا وبضر أبنائنا وبضر الأشخاص الموجودة في المجتمع على مختلف أعمارها موجود إعلام الحمد لله في بلدنا وفي بلاد العربية ما زال دور الأساسي والدور الأول أنه يقدم لك المصيحة والمعلومة واللي يفيدك على المستوى الثقافي والمستوى الشخصي والمستوى الصحي وده الشرف ليه أنا شخصياً أن يكون موجود النهاردة في قناتي المحببة دايماً قناة الصحة والجمال فمش أطول عليكم في جزء ده لكن دايماً أتمنى أن يكون إن شاء الله سبب أن نقدم لكم دايماً كل جديد في المجالات الصحة في المجالات السابتة اللي هي مجالات الصحة والحياة والعلاج أكتر من مفجأة أكتر من مفجأة فاستنونا على مدار الحلقة إن شاء الله أنا معاكم إن شاء الله في حلقة النهاردة دكتور أيمن عبدالعزيز في حلقتنا النهاردة الفيروسات أعزائي المشاهدين الفيروسات عالم كبير جداً 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 زي ما كتير مننا يعرف يمكن إحنا في الأولى الأخيرة كلنا يعرف فيروس خطر جداً أثر في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية وحاجات كتير قوي فيروس زي فيروس كورونا هندخل بسرعة كده عشان نقدر نخلي الجميع يبقى عارفة عن ايه فيروس تأثيرات الفيروسات ازاي نتعامل مع الفيروسات وايه اللي العلم وصله جديد في التعامل مع الفيروسات وايه اللي النظريات العلمية وقفة عنده النهاردة عشان يكون عزيز المشاهد عنده خلفية وعنده دراية بكيفية التعامل مع اللي موجود وإزاي أقل نفسي وإزاي أقل اللي حوالي وإزاي أكون دايما بمنع نفسي صحيا بأقل مجهود وأقل إمكانيات بدايةً تعالوا نعرف مع بعض إيه هو الفيروس الفيروس أعزائي المشاهدين هو عبارة عن كائن مجهاري كائن صغير جدا 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 تأثيره في الغالب على قد حجمه كده تتخيل أنه بيعملش أي حاجة خالص الكائن المجهاري ده عبارة عن حمض نووي ومحضي غشاء بروتين يعني هو لو خارج الجسد أو غارج الجسم أو خارج العائل اللي بيعيش فيه الفيروس تحس أنه مش مؤثر شبه ميت كائن مصحي إمتى الفيروس يكون مؤثر لما يبقى في العائل بتاعه يعني لما يدخل في الخالية الجسدية أو لما يدخل في الخالية اللي بتعوله زي كائن حي زي أرنب فار أيا كان كائن حي بيعوله هنا الفيروس بالسوائل بتاع الخلايا بتاع الكائن اللي الفيروس بيدخل جواها بيبقى مؤثر إحنا عندنا فيروسات كتير جدا أنا طبعاً دايماً في الحلقات اللي بيكون موجود فيها وبيبقى ليها الشرف في الوجود في القناة إن دايماً ما بنحبش نعقد المصطلحات العلمية على أساس نقدر كلها نفهم فببساطة قوي أنا عندنا فيروسات زي أمفلوانزة ده فيروس البرد فيروس الإيدز فيروس الإيدز من الفيروسات اللي بتشتعل على الخلال المناعية الفيروس بقى عشان يتكاثر ويعمل مضاعفات ويضر ويوصل لمرحلة الضرر الملموس اللي بتستهل التدخل والعلاج والمتابعة الفيروس ده لازم بيتكاثر بعد ما بيدخل جوه الخلية الحية لازم الفيروس ده بيتكاثر الصغير جداً ده بيبقى مرتبط بخلية جوه الكائن الحي أو في داخل الكائن الحي وبناءً عليه بيتكاثر بشكل أو بآخر ويبدأ في عملية حرب بينه وبين الخلايا المناعية بتاع جسم الإنسان بينتج عنها ما يشبه المعركة معركة ما بين الخلايا المناعية وغزو الفيروس لخلايا الجسد مين فيهم بينتصر؟ لو انتصرت الخلايا المناعية دايماً ده بيكون فضل من ربنا وتبقى العراض والعلية جداً أعراض الفيروس الموجود أياً كان لو الله لا يقدرك أنت المناعة فيها شيء من الضعف أو الفيروس فيه شيء من القوة بشكل أو بآخر بينتصر الفيروس وبتكون مضاعفاته اللي بينتوا عنها مشاكل أكتر وأكتر وأكتر حسب تأثير الفيروس كتير جداً من الناس معرفين أن في الونزة لو تضعفت ممكن توصل لمضاعفات كبيرة جداً توصل بها المشاكل في الجهاز التنفسي ممكن توصل بها للتهبات الرئوية ممكن توصل ببعض الناس أنها تدخل في الرعاية المركزة تحتاجها زي التنفس الصناعي أو غيره أو غيره أو غيره الفيروسات يا أخواننا عالم عالم جدير بالاحترام دايماً خصمك لو احترمته هتعرف تتعامل معه كويس وإن شاء الله تنتصر عليه أما الاستهطار واللا مبالاة والتعامل مع الفيروس بشيء من اللا مبالاة وعدم الاهتمام والاستهطار وإن أنا أحقر منه في الغالب بيكون الغالبة للفيروس معنى إيه الكلام ده يعني إيه الاستهطار ويعني إيه أدي خصمي حقه مع إن الخصم ده فيروس إن أنا دايماً حريص إن أنا على مضافة الشخصية على تصبيت حالتي العامة من حالة جسدية وحالة نفسية قدر المستطاع بتنظيم النوم تغذية سليمة العادات اليومية الممتازمة عدم الإفراط في شيء ضار زي النيكوتينات والتدخين والصهر بشكل مبالغ فيه بخلي جسمي أنا تربة خصبة للأسف لأي شيء بيغزو جسم الإنسان إنه من الممكن وبكل سهولة إنه يقدر يحقق التارجد بتاعه أو الهدف بتاعه إنه هو يدمر خليج جسم الإنسان الفيروسات زي ما قلنا منها برضو الروتافيروس الروتافيروس حاجة منتشر جداً دلوقتي دايماً بينتشر الروتافيروس ويمكن إحنا عمين نثبط عليه الروتافيروس بالذات إن الروتافيروس من الحاجات اللي إحنا الحمد لله في مصر وبدأنا نوجد تطاعمات ليها اللي اخترته الروتافيروس بيبقى تقريباً دايماً أقل من خمس سنوات بيعمل مضاعفات في فصول الشتاء والربيع دلوقتي أو حتى كمال الخريف معنا ما ممكن يخلي إسهال قوي جداً عند بعض الأطفال ممكن يوصل بيه بجفاف بسرعة قوي والله ليقدر ممكن يبقى فيه مضاعفات أخطر من كده نتمنى إنها دايما تحصلش فالفيروس منها الروتافيروس خطر جداً الحمد لله إحنا في مصر دلوقتي عندنا تطعمات للروتافيروس الـ HIV أو الـ AIDS مرض نقص المناعة المكتسبة ده برضو فيروس إحنا بنحاول نقول ليه أسماء فيروسات كتير علشان نوصل للمنطقة اللي إحنا عايزين دايماً نعمل إثبوط الأيام دي عليها وإزاي نتعامل معاها إن إحنا معنا فيروس اسمه فيروس كورونا اللي كلنا بنخاف منه بنلفت النظر إن فيه فيروسات كتيرة جداً في مجتمعنا جديرة بالاهتمام وهي لها بالخطورة من مكان إن إحنا نهتم ونتعامل معاها بشيء من الاهتمام والأهمية إن إحنا نعلي مستوى منعتنا إن إحنا دايماً في حياتنا دايماً في حياتنا فيه غزه غزه ودايماً بكتيري فيروسي فطري عايشين في بيئة جسم الإنسان دايماً عايزينه يبقى قوي يبقى سليم يبقى جاهز إنه هو يقدر يقاوم كل ده الـ HIV فيروس بيهاجم الخلايا المناعية جداً درجة إنه للأسف بيضمر الخلايا المناعية ففي الوقت اللي بيصاب بيه الإنسان عفانا الله وإياكم من فيروس الإيدز بيوصل الإنسان إنه منعته بتبقى ما يقرب من صفر فيبقى أي مرض بيختار الجسم الإنسان بيبقى خطر جداً لو شوية برد بصوت قوي قوي ممكن يختارك الإنسان في الوقت ده تبقى عرضهم ضخمة جداً للأسف فحتى الإيدز اللي هو الحد دلوقتي دولياً وعالمياً مالهوش علاج ثابت ومازال برضو هو اسمه فيروس تعالوا يعني ويمكن دي اللي أتمنى أتمنى أن يبقى معلومة تتاخد الأهمية بمكان وهقول لحظاتكم ليه هي المعلومة في غاية الأهمية تعالوا نوصل شوية نعمل الضبط أكتر على الكورونا فيروس ومشكلة الكورونا فيروس وإزاي ممكن نعمل نوع من العلاج وأنا لقى الدعني دي مفاجأة لكن هي بالفعل في حاجات العالم كل الحد النهاردة بيوصل لنظريات والعلم يا أخواننا كل شيء في اجتهاد وممكن تجتهد في أمور معينة في الحياة إنك تقدر تقول وجهة نظر معينة في شيء إلا العلم العلم دي ثوابت الثوابت ما ينفعش الاجتهاد براه لما تجتهد في العلم يبقى الاجتهاد بدليل والثوابت في العلم ما ينفعش إن أنا أقول من وجهة نظري لأ أنا لازم أقول العلم بناءً عن نظريات وثوابت بيقول واحد اتنين تلاتة اربعة كان ليه الشرف وإن مشترك أنا كنت موجود شوية في ألمانيا في جامعة شارتي جامعة دولية الحمد لله والجميع يعرف مركز روبرت كوخ مركز روبرت كوخ في برلين واحد من أكبر المراكز الدولية في العالم اللي هي بتشترك في البحث العلمي ودايماً دايماً بتبقى سباقة بنتيجها العلمية اللي بتفيد البشرية وإنا موجود في مصر بالفترة اللي فاتت كنت الحمد لله متواصل مع زملائنا وزملائي في المركز فعايز أقول لحضركم اللي إحنا سبتين عنده دلوقتي من أهم ثوابت علاج كورونا عند المصريين أو عند الناس عموماً إن إحنا وصلنا إن الأطفال دايماً معدل إصابة الكورونا عندهم أقل كتير جداً من القبار إزاي؟ أتمنى أن الكلام ده يتاخد بشيء من الأهمية لإنه جديد جداً أو يكاد يكون شوية جديد جديد جداً مش موجود في كتب مش موجود في مراجع اللي إن إحنا ده سبت علمين وهشرح للجميع إزاي إن الأطفال معدل تأثيرهم بالكورونا أقل كتير جداً من الكبار وتأثيرهم والتأثير عليهم من الكورونا فيروس الكورونا زي كل الفيروسات ليه مستقبلات في الجسم المستقبلات دي اسمها ACE2 المستقبلات دي كل مستقبل جوه الجسم ليه حاجة اسمها بلوكر أو حاجة بتقفله كل مستقبل ليه حاجة بتقفله كورونا لما بتدخل وتلاقي المستقبل ده موجود ومتاح لها بتلتصق بيه وبتتكاثر داخل المستقبل بتاعها يعني فيروس كورونا نفترض في حد عطس ونقل العطس دي لطفل الطبيعي إن المفروض لو هو حد ناضج شوية يدخل على ACE2 كورونا فيلتصق بيها بناء على تبقى العائل بتاعة الكورونا فتتكاثر لو في الطفل موجود اللي أصيب بفيروس كورونا ال ACE2 دي مش موجودة في الأطفال مستقبلات ال ACE2 مش موجودة في الأطفال وخصوصا حديث الولادة وفي سن معين يصل من 6 لـ 8 سنين لحد 12 سنة بتبقى أكتر أمان شوي لكن دايما من تحت 6 سنين احنا في معدل أمان عالي جدا يعني أنا لو أصيبت دلوقتي كطفل بفيروس كورونا إيه اللي بيحصل لي؟ بيحصل لي مضاعفات خفيفة أو مضاعفات معينة لا تتعدى كمية الفيروس اللي اخترقت جسمي بس ولا تتكاثر جوه جسمي لأن المستقبلات ال ACE2 اللي هي مستقبلات الكورونا اللي تتكاثر عليها الكورونا مش موجودة عندي كطفل طيب علميا لما حبنا نستفيد بالمعلومة دي نستفيد إزاي بحاجة زي كده ندور إحنا عندنا الكبار في السن اللي بيصابوا بالكورونا وبيحصل ليه مضاعفات كبيرة جدا من الكورونا عفنا الله إياكم ممكن نعمل إيه؟ طب إحنا نقدر ندور على المستقبلات بتاع الكورونا اللي بتقفل بإيه اللي بيقفلها اللي هي ال ACE2 وإيه اللي ممكن يقفلها اللي بيسموها بلوكرز ندور على بلوكرز طبيعية حاجات تقفل المستقبلات دي طبيعية ونبدأ ناخدها كنوع من العلاج بشكل معين وبجرعات معينة إنها تعمل غلق بكم كبير قدر المستطاع إنها تقلل نسبة العدوى أو نسبة التكاثر الكورونا داخل الجسم ويقع معدل الإصابة أقل مستقبلات ال ACE2 إيه البلوكرز بتاعها؟ مركب معين اسمه اللاكتوفرين يمكن إحنا عندنا الحمد لله في الوزارة كان لنا دور الحمد لله في الاشتراك مع المسؤولين في الوزارة إن اللاكتوفرين نزل مؤخرا كشيء من البروتوكول لعلاج الكورونا وإحنا كنا سبقين بصراحة كنا إحنا سبقين في الخطوة دي على مستوى العالم إن إحنا أقول اللاكتوفرين بيسبق أو سبقنا دول كتير جدا إن إحنا أسبقنا ده وأكدنا على ده إحنا وألمانيا وأكتر من دولة في أوروبا وإيطاليا أعتقدوا أسبانيا معنا كمان الدول اللي كان معدل الإصابة فيها عالي كنا إحنا لنا دور إن إحنا نأكد على المعلومة دي وبالفعل كان لها دور في تقليل المضاعفات بشكل كبير جدا عند بعض الناس الناس اللي بتاخد لكتوفرين يقدر يبقى شيء من الوقاية قبل ما أصاب ربنا يعافينا وإياكم ولو الله لا يقدر أصبت يبقى جزء من العلاج يبقى لكتوفرين لو هاخده كجزء من العلاج ينفع قوي اللكتوفرين يبقى جزء من الوقاية وينفع يبقى جزء من العلاج طيب النقطة التانية وهي برضو مهمة جدا أكتر مضاعفات فيروس الكورونا كواحد من أخطر الفيروسات اللي إحدى ممكن بنتعامل معاها هي تأثيره على الأوعية الدموية دايما ثبت بعد تشريح بعض الجسس اللي توفت متأثرة بالكورونا إن أكبر سبب من أسباب الوفاة هو بيسموه من يوتس رومباي أو التجلطات الصغيرة في الأوعية الدموية يحصل كده رابتشار أو زي فرقعة في بعض الأماكن البسيطة في الأوعية الدموية وبيحصل في أماكن أخرى حاجات اسمها من يوتس رومباي أو تجلطات صغيرة ده بعد تشريح جسس كتير جدا من حالات اللي توفت فإحفي في قاعدة في الإنسان اسمها أسرسكولوروز أو تصلب الشرايين تصلب الشرايين في منه نوع مهم جدا اسمه تصلب الشرايين العمري تصلب الشرايين اللي هو السنايل أسرسكولوروز علشان كده دايما اللي تصلب الشرايين أو إصابة كورونا للأوعية الدموية اللي بيحصل فيها تصلب الشرايين بيأثر أكتر في الأعمار الكبيرة شوية ده كان التفسير التاني انه ليه الاعمار الاكتر عمر او الاكبر في العمر بتتأثر اكتر تأثير بفيروس الكورونا لانه بيبقى نسبة الاسرسكلوروزز او تصلب الشرايين اللي بتحصل عند الناس الاكبر سنا ده بطبيعة الحال مع العمر بتبقى اكتر ييجي حاجة تانية مهمة جدا التدخين التدخين من الحاجات اللي بتخلي جسم الانسان عرضة لاختراق من فيروسات كتيرة جدا جدا يعني مش عايز اقول كمان يمكن بدأ ظاهرة مجتمعية على مستوى العالم كله دلوقتي ان التدخين عند النساء اكتر كمان من الرجال بدأ بدأ في مجتمعاتنا الشرايين قالت شوية الحمد لله لكن موجود دوليا ان التدخين ظاهرة عالمية للأسف ربنا يعافينا ونسأل دايما ربنا سبحانه وتعالى ان يشفي الجميع ويبعد عننا وعن بلادنا دايما الاوباء والامراض ان تصلب الشرايين نتيجة التدخين شيء مهم جدا من اكبر مضاعفات التدخين هي تصلب الشرايين وتصلب الشرايين بتخلي الوعاء الدموي اول ما بيحصلوا المنيوت سرومباي دي او الاسلسكيلوروزيس بيبقى عرضة كبيرة جدا ان تبقى مؤثرة جدا على الصحة لأسف ممكن تدخل لنا في مشاكل في القلب للأسف او مشاكل في الجهاز التنفسي من ضمن الحاجات برضو اللي بتعمل لنا مشاكل في وجود الكورونا هي الالكوهولز المواد الكحلية ماذا كحلية طبعا تأثيرها على الكبد وتأثيرها على الاوعية الدموية برضو زي التدخين بيعمل تصلب الشرايين بيأثر بقوة على الكبد والانزيمات اللي بيفرزها وبيأثر بقوة على الجهاز المناعي وكمان واحدة من اكبر العوامل المؤثرة لو سألت اي حد النهاردة مصري شكوة عامة منتشر عندنا جدا مشاكل الجهاز الهضمي مشاكل الجهاز الهضمي لا تنفصل عن مضاعفات الكورونا انا انا يمكن بس محتاجة حط نقط مهمة جدا اتمنى انها تكون تفيد كل اللي بيتابعنا ليه في البداية الكورونا قلنا ان بيأثر على جهاز التنفسي ومضاعفاته حرارة وتأثير على الجهاز التنفسي ودلوقتي بنقول لا دا الكورونا جاي كورونا دا مش الصح دا غلط وهنقول ليه غلط وهنقول ايه صح ان الكورونا مافيش حاجة سمها كانت كورونا جاية مؤسرة قبل كده على الجهاز التنفسي وابطيعمل الارتفاع فى درجة الحرارة ثم الكورونا جات دلوقتي بتجيلنا بألام فى الجهاز الهضمي وده يرأيها او اسهال وترجيع دا مش صح الكورونا لا تزال هي الكورونا لكن هي الفكرة فان مضاعفات الجهاز الهضمي بيسموها سيزونال أو موسمية عندنا في الصيف تختلف عن بداية الشتاء عن الربيع أمراض جهاز الهضمي بتنتشر في الصيف في وجود أمراض في الجهاز الهضمي مرتبطة بوجود الكورونا ما نقدرش نقولنا ده العرض الأكمل أو ده عرض مختلف تمام والكورونا غيرت توجهها خالص كورونا هي الكورونا والكورونا بتأثر على الجهاز الهضمي لأن التأثير على الأوعية الدموية الصغيرة بيأثر مباشرة على الجهاز الهضمي لأن المريء عندنا فيه في بطانة المريء للأسف في شعارات ده مواجهة صغيرة أي نوع من الربتشر أو المنيوتس رومباي اللي تكلمنا عنها التجلطات الصغيرة دي بيأثر على الهضم وعلى انزيمات الهضم واحدة من أكبر المشاكل ممكن يوصلنا لارتجاع مريء وبيقلل على معدل الانتصاص عندنا في الجهاز الهضمي وده شيء مهم جدا 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 الفيروسات زي أي حاجة بتقفها معركة مع المناعة وارد جدا ده ينتصر وارد ده ينتصر انت معاك ده ومعاك ده ودايما دايما بنقول ان الروح والجسد دي ملك لله سبحانه وتعالى فإذا انت خرجت عن نطاق اللي حضت ربنا ليك فانت المسؤول على اللي بيحصل لك يعني ربنا قال بلاش كحول يبقى بلاش كحول ربنا قال بلاش تدخين جدل انا مش اهل علم انا بقول ان إذا العماء قالوا لنا ربنا قال ده حرام يبقى احنا وراء بنقول ده بلاش نعمله عشان ده هيضر صحتنا ولما يحصل اختراق للجسد بفيروس من الفيروسات دي بيبقى للأسف الجسم تربة خصبة انه يحصل تأثير عنيف جدا فدايما نرجع لسوابة الحياة حتى في التغذية مهم جدا ترجع للبيئة الطبيعية خلي الخضار موجود في الاكل الخضار ده مهم جدا مادة كلورفيل ووجود الهيموجلوبين بنسبة كويسة جدا في الدم وجود الانتي اوكسيدنت والحاجات المهمة جدا اللي في الطبيعة حاجات بسيطة مش مكلفة نهاردة مش جايين نقول لا والله انت محتاج تاكل واحد اتنين ثلاثة اربعة عشان تعلي منعتك وتبقى جسمك مقاوم للفيروسات لا والله بكل المتاح ايا كان المستوى المادي ايا كان المستوى الاجتماع اللي انت عايش فيه تقدر بهدوء جدا تقدر تعلي منعتك اي شيء اخضر ايا كان مسمى يبقى مفيد جدا يعني سواء بقى جرجير طماطم برطقان خاص ايا كان الحاجات دي مؤسرة جدا جدا وبتعلي المناعة بوجود نوع من التنظيم في الاكل معانا اممالك دلوية التليفون حضرتك بنتك كم سنة يا فنة عندها مضاعفات يا فنة عندها مضاعفات سخونية كحة اي حاجة او هي رجلها مش قادرة تديش عليها رجلها يزورها طعيفة يقول لي مو مزنورة مخبعة مش قادرة طب وحضرتك خطة علاج على انها كورونا او انا رحل مقدم مستوى بيها قال لي لأ هي مش كوروال اشتبائها اشتبائها لسي ارضي علي جدا ممتاز ممتاز تحت امرك هجاوا بحضرتك حالا ووسائل ممتاز جا في وقته بصلا وانا برضو نفسي كناني يعني هي 14 و 8 من 10 وانا 14 و 8 من 10 تحت امرك حاضر بس انا كان عندي دور افضل قبل ما هي تتعب انا نكون عندي حالك ده كان عندي ألم بسكري جانب جدا ألم في سيدر حضرتك اوكي حاضر تحت امرك تحت امرك يعني انا هجوا بحضرتك حالا تحت امرك التحليل اللي الاستاذة قالت عليه اسمه CRB CRB في طفلة 8 سنوات يعني حضرتكم لو سمعتم اشتكت من زورها CRB مش مشخص للكورونا مش مشخص لكورونا نهائي احنا عايزين لشخص كورونا صح بنعمل اكتر من حاجة مع بعض مش حاجة واحدة وبناء عليها نقول خلاص ده اشتباه كورونا خالص استحالة يكون ده هو التشخيص لكورونا انا محتاج اعمل سي تي على اللانج او على الرئة عشعة مقطعية على الرئة لأي حد عنده CRB مش مزبوط والدي دايمر مش مزبوط CRB 90% للبنوتة اللي بنت حضرتك لوس التهاب في اللوس احنا عشان مهم جدا نعمل التحليل دي CRB بيسموها حاجة زي البروجنوستيك نوت دياجنوستيك يعني ايه بروجنوستيك نوت دياجنوستيك يعني ده واحد تحليل يقول لنا ان انا عندي مرض من عشر امراض موجودة مثلا ما بيقوليش ان المرض الفلاني ده عندي بيقولي مثلا عندي لوز عندي التهاب مفاصل عندي اكتر من حاجة موجودة دوري انا كطبيب اكمل على التحليل اكمل على مهم مهم انا يمكن حلقة النهاردة كان المدخل هو الفيروسات لكن اتمنى ان الوقت يساعدنا ونقدر نقول ايه الاخطاء اللي ممكن نقع فيها وانا واحد من الناس يعني انا دايما اقول ده كتريتنا في مصر ويمكن حظي عشان تواجدت في اكتر من دولة برا احنا فعلا ده كتريتنا شاطرين جدا ده ده كلام بعيدا على المبلغة تماما محتاجين ميديا ومحتاجين امكانيات هيبدعوا بصراحة فعشان نكمل ده احنا محتاجين نعمل اجتهد شوية نكتهد في شغلنا في عيادتنا ونكتهد مع الناس في التشخيص ما نستسهلش مش ممكن معانا سيف من دومياط اهلو يا فندم اهلو يا فندم السلام عليكم اتفاضل يا فندم انا ليه ابن اخوية حضرتك يا فندم تعبان رحاني تشوفه على اللواز لانها في ورم ورودانو ايو ورم ورودانو ورم ورودانو مع حضرتك هو سخن؟ فيه سخنية؟ لا يا فندم وفيه تحت بطاطه اه وعملنا له شاعر قالك فيه ايه افكسيته فأول الوقت احنا حضرتك ودينا المستشفى 57 جميل صح نتبال حضرتك فأول وقت فيه حضرتك بيقولولي عمله تحاليل الوقت حضرتك هو موضوص 57 حضرتك ايو فندم بيقولولي مووش عمللو التحاليل وعمللو الحاجات دي كلها حضرتك طب قولي المتح الزري مووش متقبله اه بيقولك تا عندي مشكلة في الدم ايو المشكلة ممكن تبقى في الدم ده فن معاك بص حضرتك هو مبدئيا الالتهاب الورم اللي عليك شو بده ده اسمه التهاب خلائي الانفوية اه وقود التهاب خلائي الانفوية في اكتر من مكان ده فعلا حضرتك تصرف صحة جدا انه راح مستشفى 57 لازم نتجنب الورم الاول ربنا يعافيه ان شاء الله ما يكونش فيه ورم احنا لازم نتجنب الورم لان وجود خلال انفوية ملتاحبة في اكتر من مكان بالشكل ده اول شي ندور عليه ان يكون فيه ورم موجود في الجسد نحاول بسرعة ان شاء الله يا رب نستسنيه ان شاء الله ما يكونش ورم اتمنى لكن ده اول شي نهتم بيه رقم واحد هو الورم اه كلمة مش متقابل للمسح الزري الدكاترة بيقعندهم ميكانزمات معينة بيقدروا يعدوه في وقت او اخر انه بيشوفوا ايه هي طريقة التشخيص اللي اقدروا يوصلوا بيها على سبيل المثال ممكن ياخدوا واحدة من الخلال انفوية دي ويحللوها وده في الغالب اللي هيحصل يعني تماما نتحت امر ارجع لتكملة المعلومة للتشخيص الكورونا للأستاذة اللي اتصلت مهم جدا نقول التشخيص لكل مرض عبارة عن ايه عايز اقول لحضراتكم والاخواتي الدكاترة اللي بيسمعوني دلوقتي واحدة من اكبر اللي اتمنى لو خرجنا بيها النهاردة في الحلقة احنا كمشاهدين وكاخواتي الاطباء اتمنى تستحملوني في الكلمة دي عايز ابقى دكتور شاطر انا اسمحتها من اكبر يعني استاذي اللي بتشرف ان هو كان استاذي يمكن مش بحب بذكر الاسماء لنا واحكم من اكبر الدكاترة في مصر قال عايز ابقى دكتور شاطر خليك دكتور الراء الراء كده بالعامية وبالبلدي اتكلم كتير مع الحالة عندك القدرة انك تطلع التشخيص وانت بتتكلم مع الحالة انك تقفل وتأمل حاجز بينك وبين الحالة مش هتشخص صح ولو شخص صح مرة في الغالب مش هيبقى على طول يعني مثال صغير احد الوزراء المحترمين المصريين كان في دولة برة ورجع بيشتكي من حرارة عالية راح لأستاذنا قال له انا بشتكي من حرارة عالية وكشف اداله علاج ما تمش الشف معالي الوزير راح لأكتر من طبيب وقعد شهر كامل ياخد علاج ما خفش رجع لأستاذنا تاني اتصل بيه باختصار شديد جدا لما قال له طب خلصت علي في وقت معين يكون لعادة فاضية نتكلم ولما جاله وهو سخن وقال له طب قول لي ارجع بالذاكرة سنة ورا وقل لي فيه ايه بدأ يقول له تكلم في كل حاجة معالي الوزير هو بيتكلم قال له وانا في غانة حصل كذا والكتور قال له ستوب كده وصلنا للتشخيص في غانة في زبابة معينة ممكن تعمل لنا لدغة نقدر نوصل من خلالها سبب الحرارة الزبابة دي لازم نعمل مصل للدغة دي ويخفه كان ربنا هو الشاف سبحانه وتعالى ثم أستاذنا لما سمع الوزير كويس او سمع المريض ايا كان انا نتعامل مع انسان مهم تسمع الانسان اللي قدامك كويس اوي هتطلع التشخيص كويس اوي مش هتخليه لفة على حضرتك وعلى غيرك وعلى غيرك مهم جدا انك تسمعه كويس تدي له حقه تعامله نفسيا كويس مينفعش حد يجي لي عنده CRP عالي واقول له انت عندك كورونا مينفعش غير ان انا ممكن ادي له علاج مش هيدره فعلا اللي انه ممكن هدخله في مشكلة نفسية وده مهم جدا انا مهم بقى طالما عندي انا اشتباه في الكورونا انا كدكتور اقول له طب لو سمحت محتاج اعمل مقطعية على الرئة محتاج اعمل اكتر من تحليل واحضراتكو كاخواتي الدكاترة اكتر علما بالكلام ده كويس ايه هي عوامل التشخيص مينفعش اشخص بعامل واحد بس مهم جدا ان نعمل اكتر من شيء بناء انا اقول فيه كورونا مفيش كورونا لان كلمة كورونا مؤثرة جدا نفسيا على الناس دلوقتي فالاستاذ اللي اتصلت بنا هي محتاجة لها هي شخصيا لو كانت الاعراض عندها موجودة تبدأ تزود معدل التحليل شوية والمتابعة وتبقى التشخيص اكتر دقة وهكذا الطفلة بيبقى التشخيص اكتر دقة لما نطلب تحليل اخرى جنب السي ار بي يمكن كان الجزء اللي مهم جدا بالنسبالي ويمكن اكتر من سؤال من المتصلين لفت انتبهنا لي الاكتهاد الاكتهاد في العلم زي ما قلنا من شوية محتاجة سواد مهم النهاردة نقول ويمكن انا بعد ما رجعت فجأت ان الناس كتير تدخل ايعداد الدكاترة ما تدينيش كزا مع كزا عشان غلط لو سنحت معينا تليفون من السويس السلام عليكم السلام عليكم السحيان زي حضرتك تفضل يا فن يعني كورونا الخط نقطع هو الخط فصل ونعتذر وان مع حضراتكم المهم جدا اني لما بيجي لنا حد انت حضرك رايح لدكتور اذا كنت رايح لدكتور عيادته خليك وصغ فيه ثم ما انفعش نقول ان والله مادة انا بجيبش اسمات تجورية ابدا دايما نتكلم من الوادع العلمية ما انفعش اقول مادة الايببروفين مع الديكليفناك غلط انا ما انفعش اجتهد ايه الدكتور يقول لي يبقى الدكتور وقتها هو فاهم وعارب بيقول ايه ما انفعش اقول اديني برس تامول لو سمعت يا اخوانا البرس تامول ليه اضرار يعني باسمع دايما كلمة البرس تامول اقمن شيء في الدنيا هو اقمن بالفعل لو جرعاته مزبوطة لكن لو جرعاته زيدة ما هو بيقصر على الكبد طب الايببروفين دلوقتي دوليا الايببروفين نزل معدل تناول الايببروفين لشهرين دوليا دلوقتي على مستوى العالم كله خلاص ما بقاش زي زمان كذا وكذا وكذا يبقى الدكتور لما يكتب لك ايببروفين ما تقولوش لا والله ده غلط على ابني اسمع الدكتور واسأله قوله طب انا اعرف كذا وكذا وكذا هو علميا المفروض يصلح لك حتى لكن الغلط امتى لما زود الجرعة او اخليها انا مش مناسبة للحالة اللي قدامي حتى مواد الدكليفنات الاخراج في الجسد كله دوا يا اخوانا ليه طريقة امصاص وطريقة اخراج البرس تامول نفسه بيقى فيه مرحلة معانة مما رحله عن طريق الكبد الناس كتير تعرف ان فيه ناس بتنتحر والعزو بالله عن طريق انها تاخد كمية كبيرة من البرس تامول فتعمل مشكلة في عضلة الكبد ومشكلة في الجهاز الهضمي وبيحصل حالة وفا بعدها ربنا يعافينا وعافيكم فاذا ما فيش دوا امان 100% ما فيش دوا مدمر 100% اذا كيان بجرعات معينة بطريقة معينة الشيء المطلق ان فيه دوا ده غلط مع ده الدكتور اللي يقولك لان احنا عندنا قاعدة علمية بتقول او التفاعل الدوائي لو فيه تفاعل دوائي بين الدوا ده او ده في مرحلة معينة انا كدكتور المفروض اكون عارف ده كويس واقول لا ده بلاش لو عارف او مش عارف ابدأ اقرأ واعرف كنا مركزين اكتر في كلبنا عن الفيروسات وحاولنا النجول في عالم الفيروسات جزء بسيط جدا احنا خدنا يمكن مقتطفات صغيرة عن عالم الفيروسات لان فيه فيروس كبير دلوقتي او يمكن مش كبير في حجمه قد ما هو كبير في تأثيره عن المجتمعات وعن الاقتصادات العالمية يمكن اقتصاد دول اتأثر ومجتمعات اتأثرت وجزء كبير جدا من العالم او العالم كله اتأثر دلوقتي بشكل كبير جدا بفيروس كورونا حبينا نعمل ثبوت ليه هو اكتر محتاج بسرعة قوي ألفت النظر ان امتى احس ان ابني ممكن ممكن يكون عنده او مصاب بفيروس كورونا لو انا مقدركتش بسرعة بالتحاليل والفحوصات ان عنده فيروس كورونا مهم الاقي بعض الاعراض دي الاقي طبعا حرارة مرتفعة الفيروسات بطبيعتها عموما ما بتعملش حرارة مرتفعة لكن لما بتختارك الجهاز المناعي وتخالي الجسم عرضة لاي شيء يأثر فيه بيحصل ما بيسموه المضاعفات فبيحصل منها هو الحرارة الاقي ابني حرارته مرتفعة قابليته للأكل والشهية قلت ممكن الاقي حاجة بيسموها الهيربس بيبقى كومبينيشن كده مع الفيروس فيه هيربس موجود في منطقة الحلق هنا ببدأ انا كأم لو لقيت بقع بيضة يعني كده في الحلق او بقع فطرية كده اللي احنا بنقول عليها بنقولها احنا كده مجازة بقع فطرية الامهات يعني مش بدوها كترة هنا نشك نشك وممكن نحاول نعمل تركيز مع الدكتور ان احنا نحاول نعمل الفحوصات المطلوبة هل فيه او لا الحمد لله ما بيحصلش مضاعفات قوية على السدر زي ما بيحصل للكبار او الله ليقدر مضاعفات سريرية اكتر اللي هي بتقدي للدخول للرعاية المركزة او اجهاز التنفذ والسماعي النقطة المهمة جدا اللي دايما بحب الفة النظر لها كلمة الدواء فيه ادوية ممكن تتاخد في دواء تبقى ممتازة في مرض عفوا دواء يتاخد في مرض معين يبقى ممتاز جدا وفي مرض تالي يبقى مضر جدا يعني مادة الاموكتسيلينك اللافيولونيك لو انا عندي في الصيف الايام دي بيجيلي كتير مثلا الناس في العيادة جايلي عنده اسهال مثلا وترجيع وبياخد ااموكتسيلينك اللافيولونيك فده بيزود المشكلة ده يمكن وجود كورونا في الفترة اللي فاتت وارتفاع درجة الحرارة خلت دنيا كلها عملت اثبت معرفش ليه يعني لحد النهاردة انا اتكلمت في منظمة اطباء بلا حدود حد يجاوبني ليه انا جاوبت نفسي يعني جاوبت نفسي على موقع المنظمة وبصراحة كانت كتير جدا معايا من زملة في العالم ويمكن لو الوقت ساعدنا ويمكن تكون مفاجأة في البرنامج لو الدكتورة اناكا دي الدكتورة في روبرت كوخ اللي حتتصل علينا في الحلقة هاكد لكم المعلومة دي احنا ركزنا على مواد معينة مضادات حيوية معينة بالاسم مادة فعالة زي مادة الازيس روميسن مادة فعالة كلها مواد ممتازة لكن ليه بنركز على مادة معينة بعينها ما ممكن جدا يكون فيه ده افضل من ده مع الحالة دي وده افضل من ده مع الحالة دي عندنا أسادتنا العظام منهم أستاذي وأستاذنا كلنا واحد من أكبر دكاترة في العالم الدكتور محمد النادي أستاذ الصادر واحد من أكبر دكاترة في العالم اللي بتضع أساسيات العلم والناس بتمشي عليه كنا بنتعامل مع الحالات اللي في الرعاية ان احنا فعلا بنحط مواد معينة تانية اللي هي الفايلز الحقن القوية بنحطها في المحليل وبنتعامل مع مرحلة التهاب الرئوي كان التهاب رئوي بنتعامل معه بقوطه وبعنفه كمرض يتعامل باحترام وبتقدير مدلوش مضاد بحياة معين وضعيف جدا واقول اصله امان قوي طب ما التاني امان برضو لما بتاخد بجرعة منتظمة بس هيبقى مؤثر لما هم جدا يمكن انا بقول لاخواتي طبعا اللي هم كلهم افضل مني الدكاترة في مصر عايزين يتعامل بشيء من انت دكتور سيد قراءك درست وفاهم وتعلمت وفاهم كويس قوي لما الحالة تجيلك عمدك ثقاف نفسك وتعامل معاها عالوضة اللي هي عليه اما الام في البيت مهم جدا كلنا انت المصر بتاع البيت نسبة المناعة في التغذية وزي ما قلنا هنا في حلقة قبل كده كان لنا الشرف ان المناعة النفسية مهم جدا جنب المناعة الجسدية مهم جدا ان انا كاسرة بلا في نوع من الانضباط وفي نوع من الحفاظ على الاكل بشكل او باخر حتى لو كان قليل بس يبقى مؤثر مهم جدا علي انا كانسان اعرف نعمة ربنا سبحانه وتعالى علي انه من علي بجسد سليم وبروح سليمة وانه لو خرجت بتدخين او شرب كحولات او صهر بدون مبرر مبالغ فيه وتقليل ساعات النوم في حياتي في الغالب هكون عرض المرض واثنين وثلاثة والعزو بالله لو ما كانش كورونا وارد يكون مرض تاني اكتر تأثير دايما اقول كلمة مهمة جدا قبل كورونا كانت المستشفات مليانة ربنا يحفظكم ويعافيكم ويعافي كل الناس لكن الامراض موجودة ما بتخلوش احنا دايما دايما لنا دور في وجود المرض عندنا لو سألت مريض الجهاز الهضمي قول لك والله كنت متعود اشرب اهوة كتير اوي شيء كتير اوي ضغط عصبي وانمشي كويس فيه اسباب فانا باخد نفسي وبحط نفسي في منطقة المرض قدر المستطاع بنقول لي اعتدال هو واحد من اهم اسباب جسد سليم ونفسي سليمة ودايما ما اخدش علاجه لما الدكتور يقول لي انا انا يعني كلكم تعرفوا كويس اوي ممكن انا كنت وانا معيني دكتور دخلت صيدالية ببرلين عندي اصداعش ديك جدا انا جيب قال لي ممنوع لو سمحت منفعش مش حاجة اسمع عليك في صيدالية مش حاجة اسمع عليك كده اجتهادي وخلاص انا بنوصل لمرحلة انا بنضمر الكلا بنضمر الكابت بنضمر لان كتر الادوية بدون مبرر هي واحدة من اكبر المشاكل اللي احنا بنعنيها في مجتمعاتنا الشرقية لان الموضوع متاح وسهل الرقابة اللي ايه اللي عندنا كل شيء رقابة الانسان وضميره على نفسه مهم جدا في تأسيره على صحته انت في بيتك مهم جدا لاعتدال في كل شيء فوما عملتك مع اولادك ان انت دايما لما الكلام لا ينفصل عن الصحة ابدا ولا ينفصل على موضوع الحلقة اللي هو موضوع الفيروسات وموضوع الجرعات الزايدة والقليلة الانسان السليم سليم في كل شيء الانسان السليم نفسيا في الغالب سليم جسديا الانسان السليم مع الناس سليم مع ربنا سبحانه وتعالى اغلقت عليه الابواب ومعالكو حل في ايده طالما هو انسان سليم من جوا مش هيشربه ده اللي انا اقصده الفكرة في تربية الدافع مهم جدا يبقى عندنا دافع عايزين ننهض بنفسنا الاول يعني الانسان لما ينهض بنفسه ثم قصرته ثم مجتمعه ثم امته بجد هنبقى قدام جدا اساس المجتمع الصحيح المنتج المؤثر في العالم انسان صحته سليمة انسان صحته النفسية سليمة انسان بيخلو من ان هو مريض مش قادر يشتغل هيبقى اكتر مدين اقل 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 هيبص اللي حواليه يبقى الانسان بغيد وبيبغض اللي حواليه وللأسف ممكن توصل الامور لان اللي حواليه بيبغضه فالصحة الجسدية لا تنفصل على الصحة النفسية الفيروس في حقيقته شيء ضعيف جدا لو منعتك قوية وحياتك ماشي بشكل مستقيم وبتحافظ على نفسك مهم جدا كلكم راعي وكلكم مسئولا عن راعياته الاب ينتبه جدا لاولاده من البداية انه يعمل صحة نفسية وصحة كذا ديه كويسة تغذية كويسة العلاج مش عالفاضه والمليان لما تروح لدكتور دكتور تصق فيه وتكمل معاه وتصق في اللي بيقوله ومهم جدا لو عندك شيء من الثقافة الطبية يبقى شيء من المرونة ومن المناقشة واخواتنا الدكاترة اللي انا دايما بحب الفيلد بتاعنا جدا في مصر اخواتي الدكاترة ارجوكم ويمكن دي كلمة اللي اتمنى ان اختم بيها اسمعوا الناس اخر حاجة في عيادتنا في برنامجنا عيادة الصحة بتمنى دايما لمجتمعنا والمجتمعات العربية كلها والعالم كله صحة قوية نفسية وجسدية علشان بكرة ان شاء الله يكون احسن كاليا الشرف ان انا كن معاكم دكتور ايمان عبدالعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة